اهلا احبانا المشاهدين ارحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديث اليوم عن قوات غير المعتادة وهذه مأخوذة آية من سفر اعمال الرسل اسحاح 19 لما كان بولوس الرسول في منطقة افسوس اخترت هذه الآية في اليوم شعور هيك بين كتير ناس كأنه الله بعيد عن الانسان ومش عم منشوف معجزات ولا عم منشوف هيك الآيات اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس وكأنه استسلمنا للأمر وخلاص صار الأمر طبيعي ممكن نتكلم عن المعجزات ممكن نتكلم عن الآيات لكن نتكلم عنها بنوع من التمني وليس الإرادة نتكلم عن الآيات نتكلم عن المعجزات كجزء من الإيمان المسيحي ولكن هذا الشيء كان بالماضي ولا ربما سيحدث بالمستقبل لكن في صيغة الحاضر بشكل عام كأنه استسلمنا للأمر وكتير مرات منشوف منسمع عن ناس يصابوا في حالات الكورونا في ظروف صعبة جدا أو أمراض خطيرة جدا مثل الكانسر مثلا ومنصلي وبنفسنا وبرغبتنا أنه نشوف الشفاء لكنها تمنيات وإذا تكلمنا عن الإيمان أو تكلمنا على الفعل الحقيقي لعمل يسوع المسيح نوافق عقليا لأنه مدركين كأنه هذا الشيء تم ولكن اختباريا أو قلبيا أنه الآن يحدث هذا الشيء بيظل في عنا حالة مبهمة حالة غامضة وحالة اللي يريت ربنا يسمع إن شاء الله إن شاء الله بيتم هذا الأمر أحبائي رح أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل والجزء طبعا بعد الفاصل الأول فيك تتواصل معنا وإذا أنت فعلا عندك أمر مستحيل وإذا حابب تتواصل معنا اليوم الفرصة رح تكون مفتوحة أمامك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير